أيها الزوجة المبارك غير حياتك بأن لا تضخم الأخطاء الواقعة من زوجتك ضع هذا الخطأ في مكانه وفي حجمها الطبيعي ثم اسع جاهدا في علاجه وفق الضوابط والمعايير الشرعية والآداب المرعية في هذا الباب وثق تماما بلجوءك يا الله جل وعلا بالدعاء وإتقانك لباب ولغة الحوار بأن هذه الأخطاء ستبدو شيئا فشيئا بالتلاشي بإذن الله جل وعلا